نقطة مهمة جداً احنا نجحنا وتفوقنا في هذه التجربة ونقلناها كمان لأفريقيا في فحص وعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس C أيضاً وزي ما حدثك ذكرت في بداية اللقاء ان في ناس كبتيجي مصر مخصوص عشان تتلقى العلاج وبالمجان كمان لانه العلاج انتاج مصري خالص ده ممكن يكون انعكاساته ايه على سمعة القطاع الصحي في مصر عالميا؟ القطاع المصري او الانسان المصري والطبيب المصري على مر التاريخ كان ليه دور يعني احنا اول دولة على فكرة عملنا دواء الانتيبياتيك التتراساكلين واحنا اول دولة تعملنا مع البنسلين لكن لم يذكر هذا الكلام باسمنا احنا اول دولة صنعنا الأسبرين التتراساكلين ده موجود في الجسس المحنطة والبنسلين ده موجود على العيش الكلام ده ذكر باسم أليكساندر فليمينج 1928 لكن هو ده موجود في الجسس المصرية والمميات المصرية والطحنيط المصري الأسبرين ده نبات السفصاف المصرين أول ما انتعاملوا مع هذا الأمر وعملوا جراحات بالمورفين والمشتقات وكانوا شاطين في عالم الكيميا بهذا يعني بشكل عظيم جدا ده على مرة تاريخ فيه كتاب إبرز بابيروس ده موجود في ده طبعا أحد الكتب اللي بيعت سنة 1882 أنا مش عارف يعني بأوضيف حاجات غريبة جدا ده كتاب فرعوني طبي أقدم مخطوط طبي على المستوى العالم هو موجود في أحد الجامعات في ألمانيا احنا بنزور هذا الكلام لكن طبعا شفت هذا الكلام من 20 سنة 30 سنة في أحد الزيارات لكن ده مصر هي دي مصر الحاجات الأساسية ده موزو التاريخ النهاردة بتدينينا نستعيد هذه السمعة بالأداء اللي انت بتشوفه ده يعني النهاردة لما العالم يتكلم ان مصر خليها من فيروسي بالمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ده مصر ومين اللي عمل ده دولة رؤية تنفيذ المعاونين الأطباء يعني المنظومة المصرية أزمة كورونا دي إدارة أزمة وتعامل عظيم ده مصر يعني هي هي حدو على فكرة هي مش مش فردية همرا ما تبقى فردية هي منظومة بس لازم قيادة ورؤية ورغبة وقدرات تنفيذية ترجمة نانسي قنقر